مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكنتمنى تكونوا باخر والاخير مرحبا بكم فيديو جديد كانت منعجوكم اليوم ان شاء الله غندير معكم واحد القوماج وكذلك ماسك اه بالنسبة لهاد القوماج كنحتاجو المعلقة صغيرة من القهوة وكنحتاجو كذلك معلقة صغيرة من زيت الكوك هاد القوماج كي رطب الوجه وكذلك تولي البشرة نضيفة ورطبة وكذلك غدي ندير معاكم واحد الماسك منين نساوبو هاد القوماج نعطيكم الوصفة ديع الماسك قو معنا اذا كما كتشوفو هاد زيت الكوك راه قاسحها كحنت كما عاشتو البرد راه كي قصحها زيت الكوك اذا نضيفه على بركات الله طريقة تحتها الآن نضيفه زيت الكوك لهاد القهوة اللي عندنا ونخلطه جيدا اذا حصلنا على هاد الخالط دبا غد نديروه في الواجه ديالنا وكذلك تقدروا تفريقتين باش هييرطب لكم وبقو معنا باش تشوفو طريقة الاستعمال اذا على بركات الله غناخدوه القليل من هاد القوماج ونقوم نديروه اه طريقة دائرية لهذا الشكل نديروها في الواجه ديالنا وفي اليدين اذا هاد طريقة في الوجه اذا مشاهدين لك اذا امر جعت معاكم بعد منطفت الوجه ديالي من القوماج اللي سبق لي اذكرت معاكم اه القهوة مع زيت الكوك والآن غدي نصيبوا الماسك عندنا معلقة كبيرة من اه الحمص وكذلك معلقة كبيرة من الروز ومعلقة كبيرة من الحلبة عفوا الروز والحلبة والحمص مطحونين وغربلناهم وكذلك عندنا معلقة كبيرة من دانو المسوس اذا هادو هما المقادر ديال هاد الماسك اللي غنصوبو به دابا نبدو على بركة الله طريقة تحضير وغنخلطو هاد المكونات بجوج ونحركوهم جيدا ثم غنضرون في الوجه ديالنا نخلوهم واحد من عشرة بتاع الخمستاش لدقيقة بنسبة غنضروا الكمية اللي غدا تكفيكن في الوجه ديالكم وبعد ما حصلنا على خليط متجانس طبعا نديرو في الوجه ديالنا نخلطو عفوا نديرو طريقة دائرية كما اكد لكم غادي نخلوه واحد عشرة تلخمستاش لدقيقة ونغسلو الوجه ديالنا ورجوع معكم ان شاء الله بششوفو شكل نهائي اذا مشاهدين الكرام بعد مرور عشرة دقائق غادي نبدو ان نحيدو في هاد الماسك ديالنا ونرجوع معكم ان شاء الله نوريكم طريقة كيفش تحيدو اذا مشاهدين الكرام اللي كانت ان تكون هاد الادات بشك يحيدو الماسك على هاد الشكل ديروها الا ما كانت ان تكون الطريقة العادية بالاصابع ديالكم بذا تبقوا تديرو طريقة دائرية وتحيدو بها الماسك وتغسلو بالماء دافئ اذا نقوم معانا مشاهدين الكرام ونذكركم بالاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس بشوصلكم كل جديد ان شاء الله اذا البنات بعد مما تديرو هاد الوصفة تبارك الله كيخرج الوجه رطب رطب الصراحة نزوين بالساف كان شكر الاخت كنزة ماكوزين اللي اعطتنا هاد الوصفة صراحة واعرة واعرة وكتخرجو واحد الحمورية في الخدود ديالكم بحالة ديرين فغاجو صراحة رائع 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 رائعين هاد الماسك والقوماج اللي درنا ودابا غا تنشرو المورد بعد مغسلنا الوجه تيالنا اذا بعد مغسلت الوجه تيالي غا ندير المورد ومشاهدين الكرام كنتمنى ايجبكم هاد الفيديو تديرونا اللايك ما تفعل الجرس باش وصلكم كل جديد ان شاء الله وتبارتاجو مع الاسلقاء ديالكم وكذلك تخلونا التعليقات الى اللقاء اشتركوا في القناة